يبدو أن الإدارة الأمريكية استشعرت خطورة الوضع السياسي المتأزم بين الحزبين الغريمين الديمقراطي والاتحاد الوطني الحاكمين في إقليم كردستان فأوفدت منسقها لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدبلوماسي بريت ماكورغ للتدخل كوسيط لحل الأزمة بحكم علاقاته الوثيقة معاكل الطرفين ماكورغ التقى فور وصوله أربيل بقيادتي الحزبين كل على حدة حاملا معه رسالة تتضمن موقف واشنطن حيال الأزمة دخول واشنطن بهذه الطريقة وعلى مستوى السيد ماكورغ الذي يمثل الإدارة الأمريكية بشكل كبير يعني هي رسالة ورسالة يمكن أن تكون شديدة اللهجة للحزبين بأن الولايات المتحدة لا تسبح بالتوتر واختلاق المشاكل بين الحزبين في إقليم كردستان الذي أكيد سيؤثر على عموم العراق والمنطقة باحثون يرون أن الإدارة الأمريكية نبهت الحزبين عبر الرسالة التي حملها ماكورغ إلى أهمية تكريس الاستقرار في الإقليم الغني بالنفط والغاز لا سيما في المرحلة الراهنة استراتيجية الأمريكية في المنطقة هي توفير الطاقة لحلفائها خاصة في أوروبا وملف الطاقة في العراق هناك مشاكل عديدة تجري عليها في ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق وكذلك هناك مشاكل سياسية محلية في داخل إقليم كردستان العراق ما بين الحزبين الحاكمين في الإقليم أحيانا يكون صراع على ملف الطاقة ما بين هذين الحزبين الخلاف حول آلية إجراء الانتخابات التشريعية المؤجلة في الإقليم يمثل إحدى أكبر المشكلات المتفاقمة بين قطبي السلطة والتي شدد المبعوث الأمريكي على إجرائها هذا العام إضافة إلى جهود الوساطة فإن اللقاء العجل للمبعوث الأمريكي ماك جورغ بزعيمي الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان انطوى حزب مراقبين على تحذير شديد بوجوب إبقاء ملف الطاقة بعيدا عن الخلافات السياسية والإدارية هيوة عزيز سكاي نيوز عربية أربيل ترجمة نانسي قنقر